أهلا بكم من جديد والآن إلى عرض لأبرز عنوين الصحف العربية والدولية ترجمة نانسي قنقر نشرت صحيفة الجارديان بيانا موقع من 50 مسؤولا أوروبيا سابقا يشبهون فيه خطة السلام الأمريكية بالفصل العنصري وفقا للصحيفة فقد حذر 50 وزيرا ومسؤولا أوروبيا سابقون من خطة الولايات المتحدة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتي تحمل عنوان السلام للرخاء وقال وزراء الخارجية والمسؤولون الأوروبيون السابقون في بيانا رسمي إن خطة ترامب تمثل تمهيدا لنظام فصل عنصري جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكدوا التزامهم بتعزيز القانون الدولي والسلام والأمن في جميع أنحاء العالم مشيرين إلى أن الخطة تتناقض مع المعايير المتفق عليها دوليا لعملية السلام في الشرق الأوسط وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلاة بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 ومبادئ القانون الدولي الأساسية أرحب بضيفي الكريمين هنا في الأستوديو سيد ديار العمري الكاتب الصحفي ومن بيروت سيد أحمد عياش الكاتب في صحيفة النهار أهلا بضيفي الكريمين وأبدأ معكم أستاذ ديار أهمية هذه المواقف لهادي الشخصيات الرفيعة المستوى الأوروبية وزراء خارجية رؤساء وزراء سابقون خافر سولانا الأمير العام لحلف شمال أطلسي السابق أهمية هذه المواقف في التصدي الأوروبي إنجاز التعبير لصفقة القرن يعني المسؤولون السابقون أين كانوا قبل هذا الوقت لماذا لم يباشروا مهامهم في الاعتراض على خطط السلام أو المقترحات السابقة التي تشكلت سابقا وهم بالأساس جزء من الرباعية الدولية للأتحاد الأوروبي بالتأكيد لذلك هذه المواقف لا قيمة لها حقيقة والقضية الفلسطينية يراد لها أن يتم تصفيتها تصفية كاملة أوستلو اتضح أنها خدعة كبيرة بالنسبة للسلطة الفلسطينية هذه السلطة الآن سلطة هشة مرتبكة ليس لها قدرة على أي شيء حتى أن خطة ترامب بمعنى ذلك هي خطة لا تأخذ بنظر الاعتبار الحقوق الفلسطينية لحق العودة كذلك اجتزاء الأراضي وقضم الأراضي من قبل الإسرائيليين حتى غزة يعني إذا كانت هناك 30% من غزة سيتم استقطاعها للجانب الإسرائيلي فما الذي بقى لهذه السلطة ولهذه الدولة المفروض أنها تتعايش مع كيان آخر أنا أعتقد أن هذه المواقف مواقف هشة ولا يمكن لها أن تقدم ولا تؤخر وهي في نهاية المطاف الجميع متفق على أن هذه القضية هذا النضاء للفلسطيني يجب أن ينتهي وينتهى حقوق الفلسطينيين سيتم استلابها لا حق للفلسطينيين لأيس ليس هناك دولة قوية لا تتوقع أي رد فعل جدي من الاتحاد الأوروبي لمواجهة صفقة القرن الأمريكية وهذا الموقف هو الموقف الثابت يعني موقف ضعيف الدول العربية أيضا بعضها موقفها ضعيف جدا لا يمكن أن يثمر شيء الاتحاد الأوروبي يعني في النهاية لا يمكن أن يعارض الإدارة الأمريكية وحتى إسرائيل في قضية صفقة القرن مع ذلك أن الاتحاد الأوروبي جميعا هو كل دول الأوروبا والعالم غير معنية بحقوق الشعب الفلسطيني حقيقة الشعب الفلسطيني الآن يدفع ثمن تصفية هذه القضية نعم أستاذ أحمد في بيروت يعني ما هو رأيك؟ هل تتفق مع الأستاذ ديار فيما ذهب إليه؟ في أن هذه الموقف ربما لا قيمة لها وعلى أرض الواقع لن تقدم ولن تضيف شيئا ومن أي منظور وتحت أي سياق إذن يمكن إدراج هذا البيانة وهذه الوثيقة للمسؤولين الأوروبيين السابقين تحياتي لك ولضيفك الكريم لابد من الاعتراف بأن من يعبر عن الوجع الفلسطيني هو الفلسطيني نفسه وكل ما يقال عن هذه الأوجاع والتعبير وعن هذه الشكوك العميقة في كل ما يجع على هذا المستوى هو أمر مفهوم ومبرر في المقابل لدينا وثيقة اليوم من خمسين مسؤولا أوروبيا سابقا طبعا أنا أعتقد أنها وثيقة مهمة جدا يجب أخذها بالاعتبار لأن نحن نعلم عندما نتحدث عن العالم الغربي وعن الرأي العام الغربي ليس الأمر كما يجب في عالمنا في العالم الثالث وفي عالمنا العربي ما يقال كلام بكلام حسب القول الشعبي ليس هناك هذا له وجود في عالمهم التعبير على الأفكار والتعبير عن المواقف هي تعبر عن عمق المفاهيم التي يعتمدها أساسة في تلك القارة والقارة العظيمة جدا طبعا هي مكان واسع وخصب جدا كل ما قيل في هذا البيان وأخذ بالاعتبار الأسماء المهمة نحن نتحدث عن وزراء خارجية وعن وزراء حكومات السابقين أيضا عندما نرى أن هذا الطيف الكبير من المسؤولين السابقين ينطقون بلغتنا مباشرة القول العودة إلى الشرعية الدولية هذا ما يهمنا في هذا البيان العودة إلى الشرعية الدولية التي أطيح بها بما يسمى بصفقة القرن ولكن أستاذ أحمد كما قال أستاذ ديار هؤلاء هم مسؤولون السابقون في مناصب رفيعة المستوى أين كانوا عندما كانوا في مناصبهم وما أثر حديثهم الآن وهذا البيان وهذه الوثيقة طبعا أنا أكرر القول بأن هذا مفهوم بكل هذا الاحتجاج وكل هذه الخيبة الأمل ولكن أخذا بالاعتبار بكل المسار المعقد الذي اجتزته ولا تزال تجتزه القضية الفلسطينية أعتقد أننا نعلم أن جهودا كبيرة جدا على كل المستويات على عالى مستويات نحن نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية عندما جرت محاولات مرة وبعد تلو المرة وبعد الاتفاقات التاريخية التي أبرمت دربت بعد الحائط لأن الواقع الحقيق على الأرض أن هناك كيان غاصب كيان مدجج بكل الإمكانيات كيان اليوم يحظى بحظوة لم يسبق لها مثيل بفضل الإدارة الأمريكية الحالية التي ذهبت بعيدا نحن نعلم عندما أعلنت صفحة القرن كل ما قيل فيها أنها هي صفقة نتنياهو مباشرة وتبنها بكاملها من دون مراجعة المساعدون لترامب وانطلقوا على أساس أنها هي فكرة أمريكية وليس كذلك أنها فكرة إسرائيلية بكل معنى الكلمة إذن يجب أن أخذ بعض الاتبار هذه الظروف التي نمر بها هذا الصوت الأوروبي الواسع الذي يعبر عن كل أطياف أوروبا أنا أعتقد هي تعبر عن حقيقة الموقف العربي والدولي في هذه المرحلة لا حياة لهذه الصفقة في هذه المرحلة لا نرى أفق لهذه الصفقة إطلاقا لأنها انطلاقا ليس فقط من مشاعرنا ومن عواطفنا ولكنها لأنها تعارض كليا الشرعية الدولية على أي أساس سنعقد الاتفاقات مستقبلا أنا أرى يجب أخذها بعين اعتبار هذه الوثيقة هي ربما تضاف للوثائق الأخرى ذات يوم وفي مرحلة تالية من تاريخ هذه المنطقة للقول بأن ما يبنى على باطل هو باطل هذه الصفقة التي تبنى على باطل لأنها تمسخ وأنها تمزق كل القرارات الدولية وما أتت بها القرارات الدولية نعم دعني أنتقل إلى موضوع آخر أستاذ أحمد إلى صحيفة الانديبندنت التي نشرت تقريرا يتحدث عن تداعيات مقتل نائب رئيس هيئة الحجد الشعبي في العراق أبي مهدي المهندس تقول الصحيفة أنه في العشرين من فبراير شباط الجاري أعلن الحجد أن مجلس الشورى التابع له اختار عبد العزيز المحمد داوي الذي يكن بأبي فدك رئيسا للأركان في هذه القوة خلفا للمهندس متجاهلا حقيقة النص القانوني الذي يحصر صلاحيات هذا النوع من القرارات بالقائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس الوزراء وفقا للدستور العراقي وصدر هذا القرار بعد سلسلة تسريبات عن خلفية المهندس لم يتأكد أي منها ما عزز أشعور بقيمة هذا المنصب وفي غضون أيام خرجت إلى العلن أولى بوادر الخلاف الذي تسبب فيه القرار إذ أعلنت أربع من فاصال الحزد الشعبي أنها ليست على علم باختيار خليفة للمهندس وشيرة إلى أن هذا القرار يحتاج إلى سياق قانوني ليس متوفرا الآن في ظل حكومتين أحدهما حكومة تصريف أعمال والأخرى لم يكتمل تكليفها بعد إذن أستاذ ديار كيف ستحسن مسألة خليفة المهندس ومن هي الجهة فعلا صاحبة القرار في التعيين ستحسن لجهة الموالية لإيران الجهة الموالية لإيران الجهة الموالية لإيران هي الأقوى على الساحة العراقية يعني كل هذا المشهد الميليشياوي هو خراج إيراني حقيقي يعني كل هذه الميليشيات أعتقد أكثر من 70 ميليشيا عاملة في العراق هي بإخراج إيراني وسيناريو إيراني وتنفيذ إيراني وإدارة إيرانية وتمويل إيراني إذن سيتم حسم المشهد لصالح الجهة التي تقف مع إيران هذا بالنسبة للترشيحات بالنسبة للمصادقة على الأمر التعيين الدستور العراقية رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة يجب أن يصادق على تعيين رئيس أركان هيئة الحجد الآن نحن أمام حكومة تصريف أعمال السيد عادة العبد المهدي وحكومة لم تكتمل بعد وربما غدا ربما يصادق عليها وربما تفشل في الحصول على ثقة البرلمان هذا جزء من السيناريو اللاعب الأقوى في العراق هو إيران من جهة واللاعب الأقوى الآخر هو الولايات المتحدة هناك محاولة للضغط على الفياض داخل هيئة الحجد الشعبي بأن هناك تيار إيراني داخل الحجد وتيار عربي لنقول لكن هذه التيارات العربية جميعها خاضعة لأوامر بشكل أو بآخر لأوامر إيرانية يعني هناك فئة تقول أن السستان هو لا يؤمن بولاية الفقيه وأن هناك من يؤمن داخل تيار الحجد الشعبي بولاية الفقيه لأنها تابعون لإيران أعتقد كل هذه العملية تديرها إيران وإيران معنية جدا بمعرفة من داخل الحجد الشعبي الغير موالي لها ليتم إقصائه بعد ذلك يتم السيطر على هيئة الحجد الشعبي بشكل كبير هي هيئة كبيرة لديها سلاح لديها جهاز استخبارات لديها جهاز أمني لديها كثير من الأتباع ولديها الكثير من الأموال لذلك لا يمكن لإيران أن تترك هذه العملية بدون أن تحسم داخل هيئة الحجد الشعبي والإيرانيون هم الذين سيطرونها ولكن الخلافات التي بدأت تظهر بين بعض فصائل الحجد الشعبي والمعترضين على تعيين محمد داوي ما تأثيرها على وحدة يعني ممكن أن هذه جزء من الفصائل تنسحب ربما لكنها لن تكون مؤثرة بالتأكيد أن قرار تشكيل الحجد الشعبي أو هيئة الحجد الشعبي هي الأكبر إذن الرابحون سيكونون داخل ضمن هذه هيئة الحجد الشعبي تحت قيادة جديدة وأعتقد أبو فدك هو المرشح الأكثر سخونة لأن يكون في هذا المكان كونه كان معاونة للمهندس منذ فترات طويلة ولديه الكثير من الاستراتيجيات التي يمكن أن يلعبها في هذه الفترة المقبلة تشكيل وخروج فئات من الحجد الشعبي إلى فصائل معينة هذه أيضا لعبة إيرانية يراد منها تشتيت عدم أن تكون قوة الحجد الشعبي هي القوة المسيطرة ذلك إيران تلعب على تفتيت هذه الفصائل ووضعها تحت مساميات أخرى ليمكن أيضا السيطرة عليها وعدم الاعتماع على هيئة الحجد الشعبي لتكون هي القوة الضاربة نعم ما هو رأيك أستاذ أحمد عياش هل يمكن أن تطيح الخلافات حول خليفة أبو مهدي المهندس بوحدة فصائل الحجد الشعبي وتبعيتها بالتالي للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء طبعا إنها مرحلة انتقالية من أجل ملء هذا المنصب الشاغر الذي هو يعتبر فعلا نحن نتحدث عن تشكيل له علاقة مباشرة بإيران لكنه أيضا ينضوي تحت الشرعية العراقية هو يتمول هو أصبح من الجهاز الأمني أصبح من جزء من المقونات الأمنية في الواقع العراقي كنت منذ أيام قليلة أتابع مقابلة أجريت معدى أحدى المحطات التلفزة العراقية مع سيد مقتدى الصدر الشخصية البارزة في إيران ولديه الملايين من الأتباع هناك عندما يأتي الموضوع للحديث عن طبعا هناك موقف مسبق من الموضوع الأمريكي ولكن فيما يتعلق بإيران عندما يسأل عن موضوع إيران وواقعها في العراق هو يقول يجب أن لا تتدخل في الشؤون العراقية يعني يجب أخذ معنا الاعتبار المزاج العام في العراق يعني لا يمكن للعراقيين لأن هذا التشكيل الذي نتحدث عنه الحجد الشعبي لا تمويله إيران ولكن يدفع العراقيون ثمن التمويل ومن ميزانيتهم إذن وخاصة بهذا النص الذي يجل الحديث عنه فيما يتعلق بمرجعية رئيس الوزراء العراقي باعتبار أن هذا التشكيل له علاقة بالتكوين الأمني في العراق أنا أعتقد أن في نهاية المطاف هو طبعا لا يمكن القول بأن هذا التشكيل سيكون معاديا لإيران من باب المستحيل سيحصل ذلك لكن في نهاية المطاف يجب أخذ معنا الاعتبار للواقع العراقي اليوم الذي تفاقم أكثر وأكثر منذ نوفمبر الماضي نحن يشهد حراق لا مثيل له وهو يتحدى اليوم فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة على مستوى الحجد الشعبي هذه الشخصية التاريخية التي قتلت نتحدث عن المهندس الذي قتل مع قاسم سليماني أيضا في مطار بغداد نحن نتحدث عن شخصيات مؤسسة على المستوى الإيراني في المشروع الخارجي لإيران ليس بنا السهولة الفراغ لن يكون الأمر هينا بمعنى أن الاتيان بشخص يماثل المهندس بهذا التبعية وبهذا الولاء وبهذا الانتماء الكامل للمشروع الإيراني نحن اليوم في واقع جديد ومختلف اليوم أنا أعتقد أن الأمر لن يمر بسهولة وضحت الفكرة أستاذ أحمد أشكرك جزيلة شكر سيد أحمد عياش الكاتب الصحفي في جريدة النهار لبنانية كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك الشكر موصول لضيفنا هنا في الأستوديو الكاتب الصحفي ديار العمري شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك